موسيقى 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 يسعد مساكم مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد ويسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ علي حنبلاس بداية أستاذ علي أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم وباسمي واسم فريق العمل بمجموعة رويل تيكس للصناعة والتجارة نرحب بكم وأهلا وسهلا أستاذ علي في البداية خلينا نتعرف بشخصك الكريم أكتر بعيدا عن الألقاط علي حنبلاس علي حنبلاس من سوريا مقيم بالإمارات من حوالي الخمسة عشر سنة بداية زيارة الإمارات كانت هي زيارة عبارة عن زيارة سياحة واستطلاع ما كان أي هدف موجود بالنسبة بخصوص التجارة أو أي شيء من ثم وجدنا سوق الإمارات هو سوق واعد وسوق قوي للعمل التجاري بشكل عام مجال العمل بالتجارة هو في سوريا فقط نعم قبل الإمارات قبل الإمارات بسوريا موجود استطعنا نأمن بعض العملاء الموجودين بالسوق الداخل الإماراتي بتجارة الأقمشة أقمشة المفروشات وبدأنا نصدر إليهم أقمشة المفروشات هل كانت نفس الفيل طبعاً اللي كنت تشغله فيه بسوريا؟ نفس الديزاين نفس الكواليتي ممكن تختلف الكواليتي نفس الشغل نفس المجال طبعاً البداية بأي مشروع تجاري هي صعبة وبالذات أنت بالإمارات بسوق منافس وقوي جداً وجميع الشركات العالمية تطمطح في هذا البلد استطعنا نسبة وجودنا بفترة قصيرة الحمد لله وذلك بسبب مصدقية العمل جودة المنتج دراسة الإسعار كل هذا كان له تأثير أرجع شوي للبداية اللي إجيت فيها للإمارات تاريك بلشت بعمل خاص لكم بمجال الأقمشة؟ بداية الزيارة تعرفت على أحد الأصدقاء فكان مجال العمل هو تجارة الأقمشة طبعاً بعد نقاش ودراسي استطعنا أن نستحوز على بعض العملاء ونصدر لهم الأقمشة من سوريا إلى الإمارات كانت كبداية في 2008 في 2009 قررت أفتح شركة بالإمارات وكان المقر الرئيسي هو دبي الأمطلاقة من دبي شركة الأقمشة كانت خطوة جريئة؟ كانت خطوة جريئة وقوية ومنافسة بنفس الوقت لم أخفت مثلاً من هذه الخطوة أن تتقدم الإلهام؟ لا، لسبب أي عمل ناجح يريد أن تنجحي يجب أن يكون هناك مقومات الطموح، مصداقية العمل، قوة المنتج الذي تبيعي دراسته بالسوء، كواليتي، هذا كله يلعب دور فهنا كانت هذه الدراستة كلنا ملم فيها لا تستمر أو لا تستمر بالضبط، استمرنا بفترة بسيطة استطعنا أن نستحوذ على قسم كبير من السوق لعام 2012 تقريباً كنا كتسبنا سماعة جيدة جداً وسوأنا منتجات كثير منيحة الحمد لله، الحمد لله بالشارقة، قررنا نختص بأقمشة المفروشات في 2013 إلى 2014، كانت كمان اختصاص بأقمشة المفروشات وكانت خطوة ناجحة جداً، الحمد لله طبعاً هذا كان بسبب السماعة الطيبة بسبب المنتج، بسبب السعر، بسبب الأرياحية العميل كله كان يلعب دور في 2014، حاولنا نطور، ندخل صنف جديد للمفروشات لأقمشة، ضمن الأقمشة وضمن خط المفروشات استوردنا المفروشات الجاهزة من أين جبتوا؟ استوردنا من تركيا، استوردنا من مصر، استوردنا من الصين، استوردنا من الهند، استوردنا من عدة بلدان وجدنا صعوبة، وكانت بالاستيراد كانت الصعوبة؟ لا، الاستيراد كانت الأمور سهلة جداً، الصعوبة بلجت بالمنتج ذاته انت جاي بمنتج لتسوقي الزبون العميل بالبلد له آراء، له أزواق باختيار الأقمشة، باختيار الأصباغ، باختيار التشطيبات فنحنا كنا مشبرين بألوان معينة جاي بنا فالمشروع كان حتمياً أنه بوادر الفشل بلشت تتلوح بدك تحولي الفشل لنجاح فكان لازم يكون ما في حال تاني إلا نحول الفشل إلى نجاح فقررنا أن نستورد نفس المفروشات بس بطريقة أخرى عبارة عن فريم خشب مواد بس مواد أولية ونحن نعيد هون تصنيعه هيكلتها بناء على طلب الزبون والعميل من أصباغ، من أقمشي، من أي شيء الكامل حلو يمكن هاي أكتر فكرة مناسبة لأنه اليوم عم نتعامل إحنا مع عم تحكي ميتان تقريباً زوء ميتان جنسية بالضبط، صحيح، 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 اليوم صحيح، اليوم، أعظم جنسيات العالم مقيمة بالإمارات صحيح فأنت مضطرة أن تقدمي لكل الأزواء صحيح، لازم ترضي ترضي جميع الأزواء لحنا استطعنا الحمد لله نرضي جميع الأزواء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اكيد ما في شي سهل اي مشروع اي عمل تجاري اي خطوة بدك تخطيها دائما وبالذات بالامارات فرح تكون مدروسة صح ومحصوبة صح لانه السوق كبير والسوق منافس جدا فان ما كنتي قوي وعندك الخطوة الصح بدراي كاملة عن الخطوة اللي بتكتنقلية ممكن يضيعك العمل لذلك فكانت خطواتنا كليات الحمد لله مدروسة وكان دائما سريعة واي نقطة نواجهة كانت بدا تكون نحس انه فيها فشل نحولها لنجاح مباشر برأيك انت الشي اللي قدمته مختلف اول شي قدمناه مختلف مصدقية التعامل هذا رقم واحد اهم الشفافية والوضوح والمصدقية والعدم الغش بالعمل هو اول اسلوب من اسلوب النجاح النقطة الثانية هو انه مواكبة السوق دائما مواكبة الاسواق ما هو التطور المطلوب بالسوق شو النوعيات الجديدة اللي نزلة على السوق شو الاقمش اللي مطلوبة لرغبة الزبون شو الموديلات الموجودة شو اللي بتقدر التطوري فلنحن دائما ماشيين بحركة التطور بشكل عام اي موديل كتير نحن بيجينا ايام عقود لمصانع خارج البلد موديلات كلية بيطلبوها منا بيعطلنا صور مثلا منفزلوا على الصور موديلات ايطالية موديلات اسبانية موديلات تركيز تنفسوها كوبي بيست يعني مم فيه لكم مثلا بصمة ممكن تنتهي اكيد فيه لنا بصمة اكيد عبارة هي التنفيذ عم بيكون انه عم بيبعد شكل هيكلي على صورة يعني ما فيه شي واضح بالمعالم بتفاصيل نحن مننفذ بطريقة افضل وبسعر منافس واجود موسيقى 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 بطريقة الإنتاج بحيث توفري على العميل على الزمون أنه يأخذ السعر المناسب لأله بالنتيجة وما يكون فيه أنه مبالغة بالأسعار نحن من بيع جملة ومن بيع للسوق المحلي ومن بيع للسوق الخارجي من أفضل منتجات نحن أي أطعام تطلع من العنواطي عليها ضمان لا يقل عن خمس سنوات أقل الأطعام من أقمشي من غرف نوم من غرف سفرة من أي منتج ضمن الأساس طبعا الأسواق التي نوردها السوق الإماراتي بشكل كامل ولنا عدد شركاء بكامل الإمارات من إمارة الفوجيارة إلى إمارة راس الخامل إلى إمارة العين إلى أبو ظبي إلى السبع إمارات يوم مصلتوا لمرحلة حلوة اليوم عم بتصنع برضه من داخل الدولة كامل بكل شيء يوم عم تطلع الأطعاج هاسك نحكي شوي عن هذه المرحلة طبعا الفضل الأكبر يعود لدولة الإمارات العربية المتحدة ولحكام دولة الإمارات القائمين على هذه البلد وحكومة وشعبا طبعا الدرجة الأولى أي عمل تجاري أو أي صناعة رح يكون إلى عوامل لتقدر تستقر فيها وتقدر تنتج من ورها العامل الأول هو الأمن والأمان رقم واحد العامل الثاني هو التسهيلات الموجودة والدعم الموجودة على كافة المستويات من القطاع المصرفي للقطاع الخدماتي للقطاع الحكومي لأي قطاع حكومي أي عمل تجاري عندك رخصة تجارية عندك أي شيء بخلال ساعات ينتهي موضوعه بمكتبك تستطيع تستوردي شحنتك وتخلصيها وتوصلك لمصنعك أوراقك الخدمات القطاع المصري في أي شيء رأمور سهلي فيه هذا من السبب مهم أهم الأسبوع باللي بتساعد دائما نعم دائما بنقولي إحنا المحيط الحوالي قده هو محيط داعم أو قده هو محيط محبط بالعكس إمكان أنت لو بمكان تاني اليوم يمكن ما قدر تتوصل لها المراحل أكيد أكيد أنا لما فكرنا نتوسع لحنا بالشركة ونفتح فرع آخر إلى زرت تركيا زرت مصر زرت ماليزيا زرت عدة دول أغلب الدول اللي مشهورة في التصنيع وبالتجارة بنفس الوقت بالآخر أنه استقرينا لا هو سوء الإمارات سوء الواعد وسوء الأفضل أو شيء من مكان معين منستورد الأخشاب من ماليزيا ومنستورد من رومانيا وبس فقط لا غير ما نستورد شيء تاني من حاليا غير الأخشاب موسيقى الخطط المستقبلية هي الإمارات بلد حاضن للتجارة بكافة المجالات التجارة والصناعة والطب والدراسة وبكافة المجالات وواعدة وواعدة من حيث معظم الشركات العالمية اليوم مقرة بالإمارات أكبر موانئ بالعالم موجودة بالإمارات أكبر أسطول طيران موجودة بالإمارات فالخدمات المتوفرة ما رح تلاقيها ببلد ثاني حقيقة بدول متقدمة عملة بتوفر أكثر غير موجودة حتى بالدول المتقدمة غير موجودة ولا دولة بالعالم فيك تستصدري رخصة تجارية بخلال ساعات وتباشر عملك التجاري هذا بس بالإمارات موجودة أكيد نتمنى أن الإمارات إن شاء الله تظلها بخير وتقدم وستمرارية إن شاء الله وأنا أكيد من غير ما أسألك أن الإمارات كان لها دور كبيرة أكيد الدعم الأول والأخير والفضل الأول والأخير هو يعود للإمارات لأنه استطعنا من لا شيء نؤسس ونكبر ونوسع والحمد لله الأمور تمام الحمد لله إن شاء الله بالتوفيق دائما لأيكم ودائما بقول إنه إذا نحكي الإمارات يعني إحنا عم نحكي عن القادة عن حكام عن فعليا أشخاص يعني نحطوا بمكانهم المناسب لا قدروا يوصلوا البلد لهالمكان لها المرحلة هاي لهيك دائما من خلال برنامجنا نحب نتوجه لهم برسالة شكوية شو ما نقولهم اليوم؟ أكيد نشكر حكومة الإمارات والقائمين على هذه البلد من صديرها إلى كبيرها بسبب وجود الشخص المناسب في المكان المناسب بسبب توفير الدعم الكامل لكل القطاعات العمل بدون أي تميز عربي أو غير عربي الجميع له حقوق وله واجبات وعليه التزامات أكيد أكيد بدون أي عراقيل وبدون أي محسوبيات وبدون أي تسلط نتمنى لهم طولة العمر الله يحفظهم لها البلد إن شاء الله تظلها البلد بخير واستقرار إن شاء الله إن شاء الله والله يضيهم الأمن والأمان على هذه البلد حكومة وشعبا أستاذ علي أكد الحديث معتلا يومان حقيقة لكن خلينا قبل حلقتنا لليوم هيك ناخد منك رسالة شكر أو كلمة من القلب اليوم حب توجه على شخص بحياتك كان داعم أي شخص كان أكيد دائما في وراء كل الأعمال الناجحة وراء الأشخاص الناجحة في أشخاص أيام بيكونوا موجودين وأيام بيكونوا مجهولين لهوية أشكر من القلب شخص وقف معي في مسيرتي التجارية من أولها إلى آخرها إلى تاريخ اليوم شكر من القلب على الدعم المعنوي والأفكار اللي كانت توجهها معنا كانت يعني هي كانت يعني هي وراء كل رجل العظيم أمرأة هكذا يقول يعني أعقد أحنا بنتشكرها وبنتشكرك برضو على هاللقاء الطيبة على هالكلام الرائع شكرا لك أتمنى لك إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح يا رب شكرا لإلك والحسن أسبالك شكرا وأهلا وسهلا فيكم مجددا كل الشكر للأستاذ علي حمد وإن أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة